رسالة بطرس الرسول الأولى بطرس رسول يسوع المسيح المتغربين في شتاد بونتوس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبثينية المختارين بمقتدى علم الله الآب السابق في تغديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام مباركنا الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لمراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحله محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محرسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثما من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمتح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح ذلك وإن لم تروه تحبونه ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم السبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بوسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسى المنسماء التي تشتهي الملائكة أن تتطلع عليها لذلك منطقوا أحقاق ذهنكم صاحين فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قدسين لأني أنا قدوس وأن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباه حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف عالمين أنكم أفتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الأباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمن الأخيرة من أجلكم أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما في الله طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء فأحب بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة مولدين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب العشب يابس وزهره سقط وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد وهذه الكلمة التي بشرتم بها فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة وقى أطفال مولدين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح الذي استأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم زبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح لذلك يتضمن أيضا في الكتاب ها أنا ذا أضع في صهيوم حجر زاوية مختارا كريما والذي يؤمن به لن يخزى فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة الذين يعثرون غير طائعين للكلمة الأمر الذي جعلوا لهم وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلم إلى نوره العجيب لذلك الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعل شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب إن كان للملك فكمن هو فوق الكل أو للولاه فكم مرسلين منه للانتقام من فاعل الشر وللمتح لفاعل الخير لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد الله أكرم الجميع أحب الأخوة خاف الله أكرم الملك أيها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا لأن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله لأنكم لهذا دعيتم فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر الذي الشتم لم يكن يجتمعوضا وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل الذي حمل هو نفسه خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم لأنكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها كذلك أيها النساء كنا خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة ملاحظين سيرتكم الطاهرة بخوف ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير السمن فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها التي صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البتة كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم والنهاية كونوا جميعا متحد الرأي بحس واحد ذوي محبة أخوية مشفقين لطفاء غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلم بالمكر ليعرض عن الشر ويصنع الخير ليطلب السلام ويجد في أثره لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبطهم ولكن وجه الرب ضد فاعل الشر فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعل شر لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعين خيرا أفضل منه وأنتم صانعون شرا فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله أماتا في الجسد ولكن محيا في الروح الذي فيه أيضا ذهب فكرزا للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثمان أنفس بالماء الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وصلاطين وقوات مخضعة له فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية فإن من تألم في الجسد كفى عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادات الأوثان المحرمة الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم ترقدون معهم إلى فيد هذه الخلاع عينها مجدفين الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموال فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكي يحيوا ولكن ليحيوا حسب الله بالروح وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلاوات ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء ليسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنكم أصابكم أمر غريب بل كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لأن روح المجد والله يحل عليكم أما من جهتهم فيجدف عليه وأما من جهتكم فيمجد فلا يتألم أحدكم كقاتل أو صارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره ولكن إن كان كمسيح فلا يخجل بل يخدم الله من هذا القبيل لأن الوقت لابتداء القداء من بيت الله فإن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله وإن كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهران فإذن الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودع أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لألام المسيح وشريك المجد العتيد أن يهنن ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى كذلك أيها الأحداث اغضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يفتلعه هو فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على أخوتكم الذين في العالم وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين بيد سلوانس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقيمون تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقص ابني سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع آمين وإلهنا المجد دائم وابدن آمين